اكد مصدر مسؤول في بزارة الخارجية الكويتية ان بناء منصة بحرية فوق منطقة فيشة العيج الواقعة في المياه الاقليمية الكويتية حق سيادي لدولة الكويت في اقليمها وبحرها الاقليمي جاء ذلك في تعليق لوكالة الانباء الكويتية كونا حول ما اوردته احدى الصحف المحلية بشأن مذكرة الاحتجاج العراقية التي وجهت الى مجلس الامن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقية على اقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق فيشة العيج باعتبار ان هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 وقال المصدر المسؤول ان وزارة الخارجية تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الامم المتحدة بعد تسليمها الى مجلس الامن وقامت على الفور بالرد عليها متضمنا الاتي اولا دولة الكويت تؤكد ان المياه الاقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت ثانيا ان فيشة العيج هي مساحة من الارض مكونة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع في المياه الاقليمية الكويتية وعليه فان بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في اقليمها وبحرها الاقليمي ثالثا تم بناء المنصة لاغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله إضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم اختار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8-2-2017 رابعا قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة بـ 5-9-2017 وـ 12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريض في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين المواجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 وـ 26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت ترجمة نانسي قنقر